مصر هي الأولى عالمياً في إنتاج التمور لكن اللي بيحصل على أرض تشكة من زراعة نخيل وإنتاج تمور فاخرة ده ليه؟ لأننا بنستهدف الأسواق العالمية عشان نرفع ترتبنا وسط الدول اللي بتنافس في تصدير التمور هيكلمنا عن كل هذا الموضوع بالتفصيل زرعنا قد إيه وإنتاجنا من النخيل وصل لقد إيه أي أنواع التمور كمان اللي بنزراها هنا هيكلمنا عن الموضوع ده دكتور عبد الرحمن متولي محمد وهو أستاذ بالمعمل المركزي لبحوث النخيل أهلاً بحضرتك يا دكتور أهلاً وسهلاً شرفنا فهمنا أهلاً وسهلاً كمان المهندس حازم فهمي وهو رئيس فرع النخيل بالشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية أهلاً بيك بشمانس أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً إحنا الأولى مصر الأولى عالمياً في إنتاج التمور هي مصر الأولى عالمياً في إنتاج كمية التمور المنتجة والحمد لله رب العالمين معظم الحاجات دي تستهلك محلياً أما بالنسبة للتصدير فمصر مش الأولى عالمياً تسبقنا بعض الدول العربية لذلك مصر استهدفت والقرار استهدف أن ندخل الأصناف الفاخرة ومصر تنافس بها الأسواق الموجودة عالمياً الحمد لله رب العالمين كان أمل لنا أن ندخل بعض الأصناف صنف أو اثنين ولكن الحمد لله رب العالمين القيادة السياسية أبهرتنا باتخاذها للقرار ودخلت لنا أصناف ممتازة بكميات وفيرة ننافس بها الدول المنتجة والأسبق مننا في الإنتاجية عالمياً الحمد لله رب العالمين بدأنا المشروع هنا ولله الحمد بعض الحاجات بدأت تبشر وتنتج نحن دخلنا هنا مركز البحوث الزراعية ممثل لوزارة الزراعة مع مركز البحوث النخيل يعني من حوالي أربع سنوات خلالها الشتلات الأولى اللي بدأت تزرع الحمد لله رب العالمين بدأت تبشر وتسمر والجودة ظهر عليها ولله الحمد طبعاً ما فيش خطوة من الخطوات بنخطوها إلا وبنعمل حساباتها علمية بالترتيب اللي بيحتاجوا يعني من ناحية إحنا قبل ما نستقدم أي شتلات بتسافر لجنة تفحص الشتلات في الخارج أو تفحص النسيج في الخارج والتتعرف على الحاجات اللي فيها مشاكل وتستبعدها وبعد كده تبتدي استقدام هذه الشتلات بتوع 6 شهر هناك الأول إذا كانت شتلات أما الأنسجة فتيجي مباشرة ما فيش أدنى مشكلة بتم فحصها في المطار اللي هي أيمة منه وفي بتم بحصها في المطارات في العينات في المعاهد البعثية داخليا في المطارات المصرية وعلى أساس الموالي الشتلات تصلح أو لا أو لا تصلح بيتم متابعتها كمان في المشاتل اللي موجودة بالشركة دي حاجة الحاجة التانية لو هي فسائل وهيتم شتلها هنا بتقعد 6 شهر متابعة داخل الصوب هنا قبل ما تطلع الزراعة في الحقل المفتوح وفي القطع المفتوح يا فندم الهدف كله هو دخول مصر إنتاج يصلح للتصدير عظيم وعلى أساس ده يا فندم عندنا مجموعة أنواع كتيرة زي ما كان الدكتور بيقول طيام ساتك فندم هو إن شاء الله إحنا بدأنا المشروع ودي كان حلم أننا نعمل المشروع أو نعمل أكبر مزارة طمور على مستوى العالم 37 ألف الدان المخطط بتاعها 2.3 ألف نقلة 2.3 ألف ألف المخطط اللي إحنا كنا نشغلين عليه هو التلزامنا اللي إحنا ننفذ المشروع في المعادل المحدد له والالتزامنا إن إحنا نزرع أصناف مش أي صنف نزرع لازم أن ندرس الصنف الأول ولازم أن نعف الصنف الجو بتاعه أو الظروف الجوية بتاع التوشكة هتنجب أو لا بدأنا ندخل أصناف جديدة مصر زي المجدول الصقعي البرح الموجودة عندنا الشيشي الخلاص ده أصناف كلها تعتبر أصناف نصف جفة تصلح للزراعة بتوشكة وتصلح للتصدير عشان ننجح والمشروع يتم على خير كان لازم أن عندنا بعض القواعد لازم أن نعمل الالتزام أصل نجاح أي مشروع عشان نزرع الكمية دي كلها اللي إحنا وصلنا مخططها مليون و تلتمئة ألف نخلة في الفترة البسيطة دي المشروع ستك بدأ كان يوم ستة أكتوبر الفين وطمانتاشر ستة أكتوبر الفين وطمانتاشر بالنسبة لمصر كلها داعيد قومي إحنا كان بالنسبة لتوشكة كان العيد قومي اللي إحنا نزرع أول نخلة موجودة في توشكة كان بالنسبة لنا حافظ معناوي الالتزام بمواعد العمل إن إحنا نشغل الصبح من الساعة خمسة ونبطل الساعة خمسة مش الالتزام بالعمل بس الدقة فيه إن أنا عشرة أزرع مشروع بهذا الكم وهذه المسيحات في الفترة الأسوية ديت أما تلاحظ ستك أول نخلة في المشروع تلاقيها على خط مستقيم لآخر النخلة في المشروع مصبوط دين دل على شيء دي اللي على الاتزامنا إن إحنا نعمل مزاعة طمور آآ تخش آآ كأكبر مزاعة طمور عم الساعة العالم كعادة أصناف نخل عندي حوالي خمسة وثلاثين صنف نخل من الأصناف المنتزة جدا وعندي يعتبر الخمسة وعشرين أو ثلاثين صنف دول موجودين في مكان واحد وثلاثين مش موجود عم الساعة العالم الحاجة الثانية احنا بلزعش خلاص أني بزرع وبخطط لقدام أني هزع اثنين وثلاثة من عشر من النخلة تنامشتك هل أنا عندي لازمة نزع دكورة هزع فحول كل صنف بيحتاج كمية الدكور معينة إحنا دخلنا الغنامي دخلنا فاحل العين الجرفز مخطط لزعة الدكور للمشروع مئة ألف نخلة دكر عشان أحافظ على المنطقة وما دخلش لها ما دخلش لها حقوق لقاح من بره أو دخل لها حشرة من بره أو أي حاجة اللي اكتفازت حتى ما جاء نزرع ودي كالصابقة أولى أن النخل زراعة الأنسجة أن يتكيب بالكياب الكارتون الكارتون دي ليه ما جيبت شانبوس من بره أو جبت أي مواد تخليف من بره عشان البوس هيجيب لحجيش يجيب لأمراض فنحافظ على المنطقة بكر ودي كان التزام عن الشرك حافظ عليها كمان حافظ عليها ومن الآفات كمان من الآفات كمان هل أنا زرعته خلاص؟ لا أنا زرعت وبدأت أدرب ناسي على عمليات ما بعض الزراعة تمام؟ الآن عندي فريق زراعة مكوم مثلا من حوالي ستين طقم كل طقم فرض فيه عارفوا بيعمل إيه بالزبط؟ اللي بيزرع اللي بيكيب اللي بيحول الشكلة اللي بيساوي جورة دي ندل على شيء كل واحد فينا عارفوا بيعمل إيه بالزبط؟ هاته اللي بيتبس خلطوم اللي بيرضي من خلطوم دوة التزام أخر النهار هيبقى عندي لزمة نجاح عالية كفاة عالية التزام إن أنا خلص المشروع في الوقت اللي أعاوزه بدأنا ندرب الناس بتوعنا على عمليات التقليم هل إنها المشروع دوة ده مشروع كبير لازم أنا أدرب من دلوقتي كأزبق المشروع بخطوة أعلم الناس دي عن إيه تقليم وإيه الغرب من التقليم نفس الموضوع ده خلنا في عمليات التلقيح تلوقتي بنتدرب الناس بتوعنا عندما جميع تلقيح هو يلقح إزاي وإمتى يلقح أكوز وأي صنف وأي كمية هو هو محتاجها الصنف دي عشان يحطوا له كمية بتاعتها طرق التلقيح المختلفة هل أنا ألقح بشماريخ هل أنا ألقح مائي هل ألقح بالقطنة دي كلها لازم من كل مهندس أو كل فرد يكون على علم يبعين الكلام ده بيتم عن طريق إيه عن طريق اليوم الحقل اللي احنا بنعمله في المزرعة أو عن طريق المحاضرات اللي احنا عملها أسبوعيا بالتزام دقيق جدا إن كل ما هو موجود في الموقع يحضر اللي ما حضرش يكتب المحاضر المشروع يكتب الحضر المحاضرة يكتب آآ اللي بقى جازة لازم منزميلي يبلغه هو اللي حصل في المحاضرة آآ اليوم الحقلي آآ ينجع الأرض طبعا يمسك المسيب العمل يقلم يلقح بإيده التعليم بالإيد أفيا قتيل من وقت ده عظيم ده خلال نسأل حضرك يا دكتور فيه تكنولوجيا حديثة بنستخدمها في زراعة النخيل حضرتك يا فنم كل ما تتخيله من تقنيات حديثة احنا بنطبقها على أرض الواقع في المشروع دوت بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين يعني احنا كل معظم النبات اللي موجودة هنا وليست كلها ناتج زراعة أنسجة ناتج زراعة الأنسجة ده بيحتاج من العناية الفائقة والحساسية والمتابعة اليومية وأنا شايف والله يعني جميع الأفراد في الشركة وجميع الأفراد يعني العاملين كلهم بيتكتفوا لإنتاج والعمل بكل جد لإنتاج أفضل ما لديهم وإن المزرعة تكون متفوقة ومنتجة في أقصر وقت يعني الحمد لله رب العالمين يعني احنا ما فيش حاجة ولا في مشكلة إلا ولا إيه مهندس القطعة والمهندس المشرف عليه كله بيتكاتف حلة بيتكاتف ويقول عندي كذا 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 ويريد حضرتك تقول لنا رأيك إيه يعني حتى ما بياخدش القرار إلا ويرجع الهدف إنه هو يكون على أدق التفاصيل بشكل علمي يعمل بشكل علمي ما يكونش فيه أدنى مشكلة له أثناء العمل طيب الدكتور كان بيتكلم عن المتابعة والإشراف وده مهم جدا وحضرتك ذكرت نقطة كنا عايزين بس نتكلم فيها شوية إن أنا إزاي أحمي النخيل من الحشرات من السوسة السوسة الحمرة تمامي فلا أول شيء عشان نحفظ أي مكان من المزرعة أول حاجة المتابعة يعني لازم أن يكون المهندس أو فارد الموجود في القطعة لازم أن يتابع النخلة بتاعه لازم أن يمر على نخله زي ما إحنا بنطلق كده على النخلة دي مش نخلة اسمها بيطلق عليها بنتك وأي إنسان بيحفظ على بيته لازم أن المتابعة المرور أو المتابعة أو الفحص الدوري لكل نخلة موجودة وعمل برنامج وقائي يحميلي أو يحميلي المزرعة دي أعتبر مكافحة درجة أولى داخلية طب المكافحة الخارجية أنا لازم أن أجيب أي فسيلة من بره زي ما قالت الدكتور أبي أحمان لازم أن تحضل للحجر الزراح لازم أن يعملها جميع الطرق الوقائية إن هي ما خشش لي المزرعة نحن نعملين نقطة حجر الزراحي بره المزرعة أي شيء يخش المزرعة لازم أن نعمله فحص دقيق ونحط دحت المتابعة لمدة ستة شهور عشان ما فيش حاجة تخش لي تمام؟ لازم أن المصدر بتاع الشكلة بتاع هو جاي منين؟ خلاص هل هو جاي من منطقة مبوقة؟ هل هو جاي من حتة كويس؟ متابعة المصدر الفسيلة أو مصدر النسيج دي بالنسبة لنا خطوة أولى طبعا عشانك دا كله عشان أضمن منتجي نفس عشان منتجي نفس أنه لا تقدر الله لو الحاجة تاخد المشروع فلازم أن يكون في حزم وشدة والتزام من كل فرد نجوف في المزرعة إن مفيش مش شوزة بس لا فطر أي شيء يضر بالمشروع لازم أن يكون في حزم فيه هو ما يخش المنطقة بكر ولازم نحافظ على هذه الميزة إن إحنا ما نحاولش ندخل أي قافة أي قافة كنترول عليها بحيث إن إحنا لن ندخل قافة ولا مسبب مرضي للمنطقة لإن دي مزرعة والله الحمد يعني مزرعة بنعتبرها مزرعة نموذجية وأمل مصر في التفريخ في المنطقة الصحراوية دي لإن كان أملنا إن إحنا نتوسع عايزين نشوف أمل كل واحد في البحث العلمي أو في مجال الزراعة نفسه يشوف بلده بتنهض بتنهض بكل قوة في أي مكان فكون إن هي منطقة بكر ومنطقة محافظين عليها ومنطقة بنحاول نتوسع بيها فلازم نحافظ على إن هي تكون خالية من المسببات المرضية أو خالية من أي حشرة وآفة غازية إن شاء الله تعالى طيب بشمونس هل في معاهد زراعية تانية بتشتغل معاكم؟ معنا معاهد مركز المحوش بمثل في الربع معاهد بتوعه اللي هو معاهد الأمراض والمعامل لنجز النخيل المعاهد الأراضي عندنا قسم معاهد البستين مشكل في قسم الفكرة السوئية الأربع معاهد الأمراض معاهد الوقاية معاهد الوقاية الأربع معاهد اللي هم موجودين في مركز المحوش بيتابعونا بصفة مستمرة كل أسبوع بيجينا دكتور من معاهد متخصص أمراض آفات آآ بستانة آآ موجودة في المعامل نجز النخيل لدكتور أبو رحمان كل أسبوع فيه تخصص مختلف فيه تخصص جديد آآ فيه تخصص جديد يدخل يشوف وصلنا لإيه؟ هل محتاجين حاجة؟ ولو احتاجنا لجنة متكاملة تيجي لجنة متكاملة في أي وقت أخبر حضرتك لفحص أي حاج فحص الشحنات الواردة فحص فحص أو عمل لجنة لاستلام عمل لجنة للزراعة عمل 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 ما فيه بشكل دائم أخبر حضرتك إن لم يكن على أرض توشكة فبيكون في المطارات بيكون في المعاهد هناك بيتم الفحص للعينات بيكون للمتابعة بشكل عام وبشكل دوري للمشروع طيب إحنا أقول إن إحنا مخطط نزرع 2 مليون و 300 ألف نخلة مش كده؟ طيب توقعات كل المحصول يكون عامل إزاي ما هو فيه برضو مش بعدد النخل مش كده؟ لا مش بعدد النخل يعني قد يكون عدد النخل قليل لكن المحصول والإنتاج بتاعه وفيه كل صنف لو كمية محصول لازم نحطه على النخلة يعني مثلا لو إحنا نحطنا صنف زي المكدول شغل المكدول ممكن نشير 150 كل بلح بس حجمة بلحة دي هل هو سوبر جامبو جامبو لازم أن أشوف أنا الغرب من الصنف إيه هل أنا أصدر فلازم النخلة بتاعتي بعد عملية تركيحة ما لعملية خف وأنا اللي بحدد ده أنا اللي بحدد ده بحدد ده بحدد الحجم زي ما هو تقول جامبو لازم نحضر لو أني مش عنديش الصفات المطابقة للسوق الأوروبية أنا اللي مش هصدر ومن نمضي الزكر سيادتك هناخدنا عينات السنادي من محصول السنادي وعملنا لها تحليل في المعاهد المتخصصة كان معنا مخصص النخيل عشان نشوف المتوقيات هل إحنا إذا المنتج بتاعنا مطابق للسوق الأوروبية أو لا لا لحمد النتيجة جاد بتقول أن الملح بتاع تشكة أرض الخير خالي من أي متبقيات الحمد لله أي متبقيات سواء كان أسمدة أو مبيدات ونندل على شيء أنه في التزام من المهندس اللي قاعد في القطعة بتنفيذ برنامج التسميت تنفيذ ووقائي عشان تنجح لازم أن تكون بالتزم عشان تنجح لازم أن نجزم النتيجة دية بتطمننا إحنا في المشروع أن إحنا ماشيين صح أنا جبت منتج وطلعته سوبر جامبو مكدول طلعت ساقع طلعت صفاوي طلعت القصنف الجميلة دية وطلع عندي مشكلة في المتبقيات كده أنا فقط الميزة النسبية بتاعتي أنه مش هدى سطر لما أنا زراعت ومصدرت ما فيهاش خالية من المتبقيات خالية تماما من المتبقيات أي أسميدة أسميدة مبيدات آآ عناصر سقيلة عناصر سقيلة ومطابقة للسوق الأوروبي أنا كده عملت آآ زي أقوله كده أول خطوة أنني أنتكت بالح سواجامبو والخطوة الثانية أما حللته طلع عندي بلح مطابق للسوق الأوروبي أقدر أصدر أقدر أنفس الناس أقدر آآ أحط رجلي على أول مرحلة مواحدة التصدير أنا موجود موجود بقى بنافس منه بقوة ومرة واحدة آآ موجود بالجودة وموجود كوالتي وجودة كل حالة موجودة عند حجم موجود أفاد الحمد لله متبقيات مفيش دي بيرجع ليه؟ أن كل واحد في المشروع هو ملتزم باللي يعمله من أول ألف لحد كل واحد عارف الدور اللي عليه السوق الأوروبية دايماً وأبداً أو السوق الخارجية بتتطلب شروط يا فانم إن هي خالية من المتبقيات المبيدات والعناصر التقيلة دي حاجة الحاجة التانية بعض الشركات والأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية عايزة حاجات حيوية معاملتك جزء حيوي جزء فيه ناس لا تشترط بل حضرتك عايزة كيموية معاملك أو تغذية كيموية عادي ده ليه سعر وده ليه سعر حضرتك دي حاجة الحاجة التانية زي ما ذكر البش مهندس إن النوعية مش وزني بس حجم الصمرة نفسه بينافس إنه نوعية وزني الصمرة مثلا كذا تمام فوق الأربعين فوق التلاتين ديش تراطات مش مش تراطات بس بتديك ميزة نسبية في التسويق إن أنا عندي كل الأحجام عندي أنا عايز الأحجام العالية الأحجام الصغيرة ممكن تستهلك محليا واخبار حاضرة لأنها بتبقى بسعر متدنيا وفي أسواق كمان ممكن تطلب أحجام معينة وفي أسواق بانتجه في أسواق دول معينة بتطلب حجم معينة حجم معينة تمام لا الحمد الحمد لله إحنا عندنا زرعنا نخل بسايل من إنتاج المزاعة كان ساعة ألفين ونساعتاشر والحمد لله آآ الموسم ألفين واحد وعشرين كان عندنا منه إنتاج بشاير وزي ما قلت إحنا زرعناه وحشدناه ماشاء الله زرعناه وحشدناه أنا بقى عجبني حاجة لفتت نظري كده وأنا جاي إنه زي ما حضراتكم تقولوا إن النخل على خط مستقيم لا فيه كمان الدائر ما يدور للنخلة كده حوالي 2 متر في 2 متر زراعات تكملية زراعات تحملية 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 اللي هو بنحمل على النخل الزراعات التحملية الهدف منها إن أنا بعمل أكثر من حاجة الحاجة الأولانية إن أنا بحسن خواص الطربة وبستفيد من بقية مثلاً من البرنامج التسميدي اللي إيه موجود في الحور ده شيء الشيء التاني إذا كان في الشتاء ممكن بتدفي أو شتلات زراعة الأنسجة في الصيف بتقيها جزئياً من درجات الحرارة العالية وبتحسن لخواص الطربة وأنا بستفيد من العائد بتاعها ويوم عن يوم الجوار ديت بتتحسن الخواص بتاعتها وبتكون ملأمة هم وجيدة للإنتاج نحن كمان من الحاجات المهمة جداً ترقيم النخل كل نخلة لها رقم حضرتك بالنسبة لترقيم النخيل يعني أنا زائر مثلاً أو في مشكلة ها رقم كذا لو معرفتهاش أو نزلته كانت في مشكلة في النخلة دي هاجل مرة الجاية في الأعداد الكبيرة دي مش هعرف أحصل عليها إنما هروحها تابعها بسهولة حضرتها ده ليها كود وليها قريطة وليها 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 بحيث إن سيادتك اللي ماسك القطع لما يفتح الدفتر بتاعه تاريخ لكل نخلة أصيبت بكذا وأنتاجت كذا ومعاملاتها كذا وكذا الباش مهندس بيجي لي ويقول لي والله أنا عندي في القطع الفلانية رقم كذا فيها مشكلة تعال ننزلها أو اللجنة تنزل للقطع مش لسه هندور بقى على النخلة لقال ليها يا كود وليها رقم بنزل عليها على طول وليها تعريف كمان بيعرفوا بالتليفون واختبال حضرتك بالبار كود بار كود خاص بكل نخل هو بالنسبة لسهاتك للزهارات التحملية الموجودة تحت النخل لازم نستفاد من كل مساحة موجودة للزراعة وكل نقطة مية موجودة لازم نعظم الضيفة الاركمة المضافة لكل مساحة موجودة موجودة تصلح للزراعة وكل ما هو نقطة مية تمام؟ احنا بدأنا ننزل على زراعات التحملية زراعنا نباتات طبية وعطرية وكان الأساس منها أننا تطلع منتج يسطر النقطة التانية اللي عندي مناحل ولازم الملح يتغزى لازم نزلع له حاجة يتغزى عليه صحيح عبر الشمس عصفر عبر البركة الكلام مندي عشان أطلع منتج عسل ينافس نقطة التانية المساحة المنجرعة المساحة المنجرعة دي أو المساحة اللي حولي الجورة تمام؟ دي مساحة أرض لازم تساعد الله سواء انسان بقي أمح سواء ان كان بيسله حضار للناس سواء 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 دي قيمة مضافية لززوعة النقل بما لا يؤثر على النقل هذا المهم يبقى أن السطفة من الطربة السطفة من الماء الموجودة نطف مية نحن نحفظ على نطف مية سرى نحفظ على نفسك موضوع البركوت البركوت يمثل للمهندس أو يمثل للنقلة يمثل للنقلة أشيهاد ميلاد الشهادة المادي او الشجل لها. هالنخلة ديها اسم الشركة اللي جابتها. عظيم. الصنف الموجود. مزبوط. تاريخ الزراعة. عشان اقدر بعد كده ارجع لها في اي حاجة. الصنف الموجود. ارجع لها اي حاجة. مزبوط. المهندس الموجود في قطعة بيدير الموضوع بالتزام اي حد. المهندس سوريا هو عليس الفرح. العملات اللي تمت على النخلة كلها سواء كان رش. سواء كان آآ عهد الفسائل الموجود حوال النخلة اللي كان موجودة عليه. سواء كان قلم. اي عملية في النية بيجتم هو بيسجل. بيعتبر مرجع له سبت. عظيم. عشان حضراتكو بس تتخيلوا الصورة. احنا مثلا مشينا حوالي نص ساعة كده بالعربية. في النخيل يمين وشمال. حجم الانجاز رهيب. احنا بنستعد ومجاهز نفسنا للتصدير زي ما ضيوفنا قالوا. ان احنا بننتج اصناف مطلوبة في السوق الاوروبية والسوق الخارجية. عشان ننافس كمان في عملية التصدير. مخطط اتنين مليون وتلتمية الف نخلة. احنا في نص الطريق. لكن ان شاء الله هانت. احنا بنشكر حضراتكو. شكرا جزيلا شرفتونا ونورتونا. دكتور عبد الرحمن متولي محمد. واستاذ بالمعمل المركزي لبحوث النخيل. شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا محمد. والمهندس حازم فاهمي رئيس فرع النخيل بالشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الاراضي الصحراوية. شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا.